خمسة واربعين متر عشان يوصل لللاعب ووضح جدا ان محمد الشيناو طبعا تعرض اه بالاعتداء لللاعب. اه اداله ركبة كده. اه و اه برضو علي معلول يعني امطرده تعد عليه لكن. علي معلول ضربوا بايده عادي. ضربوا بالقلم. اه. اه على خده بايصر. اه ماشي. اه ماشي. اه لا 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 في الفيديو. شاهد تصريحات سيد عبدالحفيظ عن انسحاب الزمالك والشماتة في مرتضى منصور بعد عزله. بالفيديو مرتضى منصور يرفع قضية وملف كامل الى الفيفا وبين عاجل من الانتحاد الافراني. السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطوا فمكم بالصلاة على النبي. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا بزر الجرس. مساكم الله بالخير عندنا سحب على ميت جوال ايفون 14 برو ماكس. كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات. وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على ميت ايفون برو ماكس. شاهد تصريحات سيد عبدالحفيظ عن انسحاب الزمالك والشماتة في مرتضى مصور بعد عزله. هذا الاتحاد المصري لكرة القدم في الاتحاد الدولي. هذا الامر الذي تتحدث عنه الاخبار القادمة من نادي الزمالك عبر مسئول النادي. علق اسلام صادق بوجهة نظر مختلف عن هذا الامر. حيث اكد ان الزمالك يضغط فقط على اتحاد الكرة المصرية. وان الزمالك لن يتقدم بشكوى للفيفا ولا لاي جهة خارجية. واكد ان هذا ما سيحدث. والزمالك بالفعل يقوم الان بتجهيز ملفين. الاول بخصوص كهرباء. وما حدث منه طوال الفترة الماضية. والثاني بخصوص رجول اهل القضاء وطعنه على شرعية لجنة الانضباط. الا انه يرى ان الزمالك لن يتقدم بهذه الملفات لاي جهة. لان الامر سيدر الكرة المصرية. وهو لا يعتقد ان الزمالك سيفعل شيء فيه ضر لمصر. وانما فقط يضغط. واوضح. من حق الاندياء التقدم للقضاء المدنية. ولو ان الامر يخص امر ادارية. زي مثل حل مجلس ادارة. او حتى وجود مخلافات مالية. اما فكرة الطاعن في القضاء على الاجهن هي تبع الاتحاد المصرية. فهذا التدخل الحكومي والعواقب وقتها ستكون وخيمة على الكرة المصرية. ومن الممكن ايقاف النشاط. واعتقد ان الزمالك لن يفعل هذا. بالفيديو مرتضى منصور يرفع قضية وملف كامل الى الفيفا وبين عاجل من الاتحاد الافريقي. كشف سليمان وهدان عضو مجلس ادارة مجلس ادارة نادي الزمالك. موقف ناديه من التقدم بشكوى ضد التحاد الكرة. بعد الاعتذار عن خوض مباراة السوبر المصري امام النادي الاهلية. وقال سليمان وهدان خلال تصريحات تلفزيونية. اذا كانت تقدم بشكوى ضد التحاد الكرة. سيلحق ضررا بالكرة ورياضة المصرية. فلن نفعل ذلك بكل تأكيد. واتم نحن نادي الوطنية والكرامة. اذا كانت الشكوى ستضر بسمعة رياضي المصرية. فلن نقدمها وكانت بعض التقارير الصحافية. قد تحدثت تعني نادي الزمالك في التقدم بشكوى ضد التحاد الكرة. لدى لتحاد دولة كرة القدم فيفا. بسبب تأجيل عقوبة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الاهلية. واعتذرا للزمالك على عدم بخوض مباراة السوبر المصرية. امام النادي الاهلية المقرر اقامته في الامارات. شاءت صريحات هزو مصر من سيد عبدالحفيظ بعد مباراة الاهل وبرامنزة. قال احمد حسين ميد نجم الزمالك السابق ان نادي الزمالك استعد لتقديم الاوراق بشان عقوبة محمود كهربا. لعب النادي الاهلي الى المحام الايطالي سالفورتو كافالي لجل تقديم شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا. وكتب ميد على حساب الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توتر. الزمالك استعد لرسال الاوراق المطلوبة للمحام الايطالي سالفورتو كافالي. الرجل اكد بانها ستكون واحدة من اسهل القضايا في حياته. لجنة التظلمات ورطت الكرة المصرية بالبيانة الذي اصدرتها. وفي وقت سابق كشف مصدر من زمالك للقاهرة 24. المجلس الزمالك جهز ملفا كاملا الى محام النادي الايطالي لدى فيفا من اجل رفع قضية في هذا الامر امام المحكمة الرياضية. ويستند الزمالك في قضيته ليس على ازمة يقاف كهربا فقط. ولكن ايضا شك الاهل نفسه الذي راجى الى المحاكم المدنية العادية ضد امور كروية خاصة بالتحاد الكرة ورياضة. وهو ما يضعه في مشكلة قد تصل الى تجميد النشاط الرياضي في الاهل او اصدار عقوبات عليه. شاهد تصريحات محمود الخطيب عن انسحاب الزمالك بعد مباراة برامدز. تحدث محمد بركات عن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الاهل ومنتخب مصر قبل لقاء كأس السبر المصري امام برامدز غدا للجمعة. وقال بركات عبر برنامج ريمونتادة بقناة المحورة. دعمت كهربا كثيرا وسانته في مواجهة الشيعة التي طاردتها. خلال فترة ايقافه حول عدم التزامه. واكدت لجميع ان كهربا يعيش حالة من التركيز ويعمل بكل قوة للعودة الملعب بشكل مميز. واضاف هذا ما حدث بالفعل. كهربا في رأي صرع الفارق في هجوم الاهل منذ عودته من الايقاف في شهر يناير الماضي. واشار الى انه يتمنى استمر الكهربا في اتزامه داخل الملعب. مواجهة رسالة للعب بضرورة الاستمرار على نفس النهجة. خاصة انه لعب مهم للفريق الاحمر. وعليه فقط الحد من انفعالاته. واكد ان الجميع انتظروا وجبة كروية دسمة. مميزة في لقاء السوبر رغم ان الكثيرون كانوا بانتظار مباراة اقوى جماهيريا وتسويقيا بين الاهل والزمالك. ولكن مواجهة الاهل وبرامز ايضا مميزة. وتحدث العلامي محمد بركات عن محمود عبدالنعم كهربا. لعب الفريق لأول كرة القدم بالنادي الاهلي. قبل لقاء كأس السوبر المصري امام برامز. المقرر يقامته على ملعب محمد بن زايد. ويلتق لها لبطل كأس مصر مع برامز وصيف الدور المصرية. في السابعة والنصف في مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد من مدينة ابو ظبي بالامارات في اطار لقاء السوبر المصرية. وقال محمد بركات خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ريمونتادة المذاع على قناة المحورة. دعمت كثيرا محمود كهربا وسنته في مواجهة الشيعة التي طاردته خلال فترة ايقافه حول عدم التزامه. بالفيديو محمود الخطيب يعلق على انسحاب الزمالكي ومرتضى منصول من كأس السوبر. ارسل مجلس ادارة التحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام عصر اليوم الثلاثة. خطابا الى ناد الزمالكي طلبوا فيه تحديد موقف نهائي من مباراة السوبر. وكان من المنتظر ان يواجه الاهل نظير الزمالكي يوم الجمعة المقبلة. الخامس من مايو على ارض ملعب استادها الزعب زايد في الامارات على لقب كأس السوبر المصري. واعلن مرتضى منصور ايسو مجلس ادارة ناد الزمالك مساء الاثنين. اعتذر نادي على عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر اعتراضا على تأجيل لجنة التظلمات البتة في العقوبات الموقعة على مهاجم الاهل محمود عبد المنعم كهربا. وعلمت المصر اليوم ان اتحاد الكريا رغبوا في حسم موقف الزمالك بشكل رسمي. من خلال خطاب من النادي واكدوا في اعتذاروا عن المشاركة في البطولة. ولذا طلب مسؤولوا اتحاد الكرة في خطابهم للزمالك. ارد بصورة رسمية عبر خطاب او ايميل. والان عزان المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة. ولكن قبل ننهي حديثي. ساطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات. ما هو سبب عدم احتساب ركلة جزاء ثانية الى النادي لا تنسوا ان تشاركوا بارائكم في التعليقات. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا. وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وقبل ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.